بسبب الانبالي بالتقام والاترالي اسرائيل يجب ان اقرار من حالاتها فيها متعالي اسرائيل وطوق النجاة من مخاطر الملاحقات الدولية والغام الاطاحة بالحكومة المستشارة القضائية للحكومة غالب هارف ميارا تفتقت قريحتها عن فكرة الاستقلالية بمعنى ان تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة هي الآلية المناسبة لتفادي التهديدات القانونية التي تحدق بالمسؤولين الإسرائيليين وطالبت رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بتشكيل تلك اللجنة للشروع في إجراء تحقيقات حول أحداث الحرب بأسرع وقت ممكن وشددت على السلطة التنفيذية بوجوب الامتناع عن التدخل في شؤون اللجنة أو تغيير طبيعتها ولا ينبغي تأخر قرار تشكيلها واعتبرت بهاريف ميارة أن هذه خطوة أولى في مواجهة إسرائيل للقضاء الدولي الذي يلاحقها لكي تستطيع إقناع المجتمع الدولي أنها تجري تحقيقا جديا ومستقلا حول الحرب ومقصدها في ذلك تفادي الضرر بمصالح بلادها ورئيس الوزراء والحكومة والجيش ويبدن نتنياهو ترددا في تشكيل لجنة التحقيق الرسمية يلقى إلى مستوى الرفض ويعتبر أن المطالبة بمثل هذه اللجنة تنطوي على ألغام سياسية يمكن أن يؤدي انفجارها إلى الإلطاحة بحكومته نتنياهو المتردد الخائف حاول الالتفاف على الفكرة وفضل تشكيل لجنة تحقيق حكومية تمتلك صلاحية أقل والأهم بالنسبة له أن حكومته هي من تقرر من يقف على رأس هذه اللجنة وذلك على عكس لجنة التحقيق الرسمية التي يقرر فيها رئيس محكمة العدل ويقف على رأسها قاض وتنص قواعد القانون الدولي على أنه عندما يكون لدى الدولة ما نظام قضائي مستقل يناقش القضايا بجدية فلا ينبغي للمحاكم الدولية أن تتدخل إن شاء اللجنة تحقيق رسمية مستقلة سياسيا من المفترض أن يكون بمثابة نوع من الحاجز أو على الأقل كبح مؤقت للتدخل على عكس لجنة الفحص الحكومية التي تقوم الحكومة باختيار أعضائها